وعد الرخاء الاقتصادي من 1911 إلى 1943 منذ المراحل الأولى للغزو، كان من الواضح أن إيطاليا، التي كانت في طريقها من وراء البحر لا تريد احتلال أرضنا لكنها تريد إبادتنا من فوق. لقد تعلمنا هذا الدرس الرهيب منذ عهد روما. حقبة عملت على إحاطتنا بسور من الحصون العسكرية على طول الحزام الصحراوي، على أمل القضاء علينا بالجوع على تلالها القاحلة، ولكن الجديد هذه المرة أن إيطاليا كانت أكثر إلحاحاً من روما في تنفيذها. المذبحة كانت أسلحتها أكثر كفاءة وفتكاً، وسقطت مدافعها وطائراتها على مدننا وخيامنا. ترجمة نانسي قنقر